مع انطلاقة قوافل التنمية في وطننا العظيم تشكل نموذج رعاية الصحية المتوافق مع رؤية الطموحة نحو مجتمع حيوي يتمتع بصحة رائعة وحياة مجودة ولذلك وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز السعود أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية حملة صحتك في رمضان حيث تهدف الحملة إلى رفع الوعي الصحي بالعادات السليمة خلال فترة الصيام والتصحيح السلوكيات والمفاهيم الخاطئة لتناول الوجبات الغذائية للصائمين والتوعية بطريقة تحضير الجسم للاستعداد للصيام الصحي وكذلك نشر الوعي للمرضى بطرق الاستخدام الصحيح للأدوية أثناء الصيام وكذلك تهدف الحملة إلى دحض الشائعات المتداولة عبر كافة وسائل التواصل خلال شهر رمضان المبارك تنتشر فعاليات الحملة في المرافق العامة والجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث بحيث يمكن للمجتمع مشاهدتها والمشاركة بها من خلال منشورات إلكترونية وحقائب صحية لكبار السن ومرضى الضغط والسكر وأركان ميدانية للفحص والتذقيف والإجابة عن الاستفسارات ولضمان تحقيق الأهداف عبر الوسائل المختلفة ستنفذ الحملة افتراضيا بخطة محكمة مناسبة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة وكذلك لوحات الطرق والميادين العامة بمواد متنوعة تصل لشرائح المستهدفة من المجتمع بجميع محافظات ومدن المنطقة الشرقية ختاما نشكر سموكم الكريم على تجشين وإطلاق الحملة وشكرا للجهات المشاركة وللرعاة داعمي الحملة